استقبل فخامة الرئيس الدكتور أشد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية ومعه أعضاء المجلس عيد الروس الزبيدي وسلطان العرادة وطارق صالح عبد الرحمن المحرمي ودكتور عبد الله العليمي وعثمان مجلي وفرج البحسني استقبلوا فريق المملكة العربية السعودية للتواصل مع الأطراف اليمنية برئاسة السفير محمد الجابر وأطلع الفريق السعودي رئيس أعضاء مجلس القيادة الرئاسية على نتائج زيارتهم لصنعاء والنقاشات التي تمت فيما يتعلق بالملفات التي سبق وتم نقاشها مع المجلس في لقائه مع صاحب السمو والملكية لامير خارد بن سلمان وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية مؤثمنا في هذا الصدد المبادرات والحرص الذي أبدته الحكومة اليمنية للتخفيف من المعاناة الإنسانية لأبناء بلادنا في المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي بما في ذلك صرف المرتبات وتوسيع وجهات السفر عبر مطار صنعاء الدولي وفتح طرق تعز والمدن الأخرى وفي اللقاء كدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي وعضاء المجلس الدعم الكامل لجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية التي تأتي امتداد للمبادرة السعودية للسلام في بلادنا والتي أعلنت أو أعلنت في مارس 2021 ووافقت عليها الحكومة في حينه والهادفة لإنهاء معاناة الشعب اليمني والتوصل إلى وقف لإطلاق النار سياسي شامل ومستدام يحقق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة وإحياء العملية السياسية على أساس المرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا وتحت إشراف الأمم المتحدة حضر اللقاء مدير مكتب الرئاسة الجمهورية الدكتور يحيي الشعيبي